السلام عليكم يا شباب اليوم سنتحدث عن بنكرياس اليوم سنتحدث عن بنكرياتيكس ونتحدث عن بنكرياتيكس في الأول لكي نتخلنا الوضع او نفتكر كده كلمتين عن الـ بنكرياس بنكرياس ده عبارة عن تاني أكبر جلان موجودة عندنا في البودي البنكرياس ده وضع كلمة مهمين قوي ووظيفة اندوكراينة يعني Инدوكراينة جلان وهو تعنيn الأجزوكراينة الجلانت الي هالجلانت الجلانت الي هي جلانت الي هدكت arbeitenểu على الجلانت بتنزل السيكريشن ذاتا في دكت الالسيكريشن ذو تشتغل في مكان قريب من ساتفورجن وزيفة إكسوكراينة الجلانت حجمه قد ايه؟ حجمه حوالي من ستين متجرام طوله من خمسة وعشرين صمتي في الحدود دي كده بيبقى موجود فيين؟ بيبقى موجود في القصاد السكند لامبر فيرتبري فين ريترو بروتونايج وناخد بالنا قوي 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 من الموضوع ده ريترو بروتونايج بيبقى عبارة عن اجزائه، عبارة عن هيت، وأنصانيت بروسس، وبودي، وتيل هيت، وأنصانيت بروسس، وبودي، وتيل هذه الشارحة نركز فيها كواس قوي لان الديات هي اعتمد عليها كل الشغل بتاعنا دوت عبارة عن الصمك، دوت الديودنوم، الفرست والسكن والسيرد والفورس بارت بتاعنا الفانكرياس نايم يعتبر في قضنة الديودنوم طيب، نبص على الحتة دية كده هنشوف، هنلاقي اللون الأخضر ده، ده عبارة عن المين، بنكريات الدكتر الصغيرة دي، اللي هي الايريس وفرانجرهانز، اللي هي عبارة عن الاندوكرانال بورشان اوف، ده بنكرياس الجوث اللي هنا ده، الأصفر ده عبارة عن بنكريات الدكتر، طالع منه سمول دكتيول، اللي يتجمع مع بعض عشان يكونونه لارج بنكريات الدكتر وبعد كده، ما تفتح فين في السكند فارت اوف دا ديودنوم، الوفنينج اللي احنا شايفينها هنا، اللي هي نهاية البنكريات الدكتر، يتبتح مع الدكت اللي نازل بفوق دي اللي اسمها الكومومبايل دكتر، ويفتحو دي لاثنين بوابة واحدة اسمها الأنبولة والفاتر، الأنبولة والفاتر، تمام؟ حسنا، نبتح بقى، احنا قلنا البنكريات، له وظيفتين، وظيفة اندوكرانل، وظيفة اندوكرانل، الاندوكرانل فورشن، اللي هي الالسفلانجرهانز اللي احنا قصينا عليها، عبارة عن مجموع من السلز، البيتا سلز اللي بتطلع الانسولين، اللي هي مسؤولة عن حوالي 2% من السلز بتاعة البنكريات، او الالسفلانجرهانز، فيه عندنا الفا سلز، حوالي 20% من السلز اللي بتطلع غلوكاجون، والغلوكاجون ده عبارة عن fixed raised hormones، فيه عندنا شوية السلز اللي بيسمون delta cells اللي بتطلع في calculated authors 16–16، لده عبارة عن بنكريات components, وبيفية اندوكرانة، وفيه عندنا شوية ن mains block socials اللي بيسمه هي F cells اللي بتطلع هرمون اللي نسميه القيemiات들을 باعلن تتطلع التي عبارة البنكريات أ diversityящ müssen. اللي هكز translates around, البنكريات الخاصة، في اليومية، من واحد, التنين من الفلاود، هذا لي الإستهلس المسؤول عان بيجاشنا او هاضم كل مكونات الأЦلى التي يحتاجها من الج 괜 سواء كان من بروتين بروتين زي المتغوية طيب اللي ذكرنا فونكشن بتاعت البانكرياس باندر كنترول اوف نيورال كنترول واند هرمونال كنترول الهرمونال كنترول بيتمسن في سيكريتيم وكوليسيستوكينين بانكريات كوليسيستوكينين بانكرياتكم زي مين هرمون دولة تعبارها عن هرمونات بيتباعهم من الانفستان الميكوزة ان الاسد اندر امانو اسد اللي موجود في جوعتي من الان تمام؟ هنتكلم عن اول حاجة عندنا تهمنا اللي هو الايه الاكتويت بانكريفايتس ايه المقصود بالاكتويت بانكريفايتس؟ ده تعبارها عن الاكتويت انفليميشن بانكرياس قاست بانكريفايتسكين يب Gem اوتودايجشن بنجوج مanalان يعني عبارها عن ايه؟ عبارها عن انفليميشن في البانكريفا υضح sympathetic الاننجي قاستية الهضم اللي بتطلع بطريقة كبيرة جدا بتعمل اوتودايجشن لجلان بي اثيون انذن يعني البنكرياس بياكل نفسه او البنكرياتيك إنزيمز بتهدم البنكرياتيكية طيب احنا ليه عندنا الموضوع ده مش بيحصل كتير ليه؟ لان احنا عندنا فيه مكانزمات قدر اكدر خلقها علشان البنكرياتيك إنزيمز دي ما تعملش مشكلة في البنكرياس لانهم ايه اول حاجة ان البنكرياتيك إنزيمز موجودة فين؟ في صورة INACTIVE FORM او PRO FORM اللي بنسميها الحاجة التانية ان الانزيمات موجودة في قلب كريات كده بنسميها الزيموجينز او لايزوزونز الحاجة التالتة ان الانزيمات دي موجودة في ميديم موجودة في ميديم لا بيساعدش على نشاط الانزيمات موجودة في ميديم اسادك والكالسيوم كونتينت اللي موجود فيه قليل الميديم بتاع البانكرياس ميديم اسادك ولو كالسيوم كونتينت ما بيخليش الانزمة التتنشط. الانزمة عشان التتنشط محتاجة حق ايه? محتاجة على الكلام ميديوم ومحتاجة هاي كالسيوم كونتين زي ما نتكلم بقيته. يبقى تاني الاكولت بنكريتايتز. ده تعبارا اكولت انفراميشن او ده بنكرياس. يوتوب اوتو ديجوشن او ده بنكرياس بايتش اون انزل. تمام? طيب. ايه بقى اللي يعمل كده? اول حاجة اللي يعمل البنكريتايتز الجولستونز. الجولستونز مسؤولة عن نسعين في المية من الاكولت بنكريتايتز. بيحصل ايه بقى بالنسبة لجولستونز? الجولستونز بتيجي تقفل لنا الامبولا اوتواتر. وبعدين بيحصل ايه? لما بتقفل الامبولا اوتواتر. البنكرياتيك جوس. بيجي يطلع من الاكزوكرينا البورشة وده بنكرياس يلاقي السكة وقدامه مقفوه. يقوم يعمل ايه? يطلع فوق على الكموم بايتش. بيحصل له اكتيبيشن. احنا قلنا الميديام اللي موجود فيه البنكرياتيك انزيينز عباره عاباره على ميدياما اسيديكوه فيه كالسيب quienتينز وعشان كده البنكرياتيك انزيينز ليش بتتماشي. لان بجلما غير البنكرياتيك انزيينز وتطلع فوق في الكموم بايتش دكت بتلاقي الحاجات اللي هي بتلاقي ايه? بتلاقي القناة يلقي ان فيه? بتلاقي العاشات لال聽unes ولارحة يعمل لا واي ثمي اكتيبيشن تروح انزي واي نزل ذو فوق مت اكتيبه تنزل تعمل ايه لكل الحاجات اللي بسيطة. تبقى اول حاجة الجول ستونز هو دي مسؤول عن 90% من الاكوت بنكيراتايتز. الجول ستونز موجود طبعا في الفيميل اكتر من الماء فبتعمل ايه؟ ابوستراكشن للامبولة. تاني حاجة عندنا الالكول. الالكول دي مسؤول عن 75% من الكورانيك بنكيراتايتز. طيب. الوقت بتزود الكنسمتريشن تحت الانزايم فبتموكد تعمل اكوت بنكيراتازز. النمام الالكول في القصص يعمل ايه؟ بيعمل كورونيك بنكيراتايتز. يبقى الكورونيك الكوليزم في الأسم الماء عيين بياخد كمية الكورانيك كبيرة في وقته قصير بتعمل أكوت سبيازم في سفينكتر في قوضي. تعمل اللي عنده اكوت بنكيراتايتز. حاجة ثانية عندنا ادوى. ادوى دي عندنا مهمة لدي يا شباب. ادوين زي الاستيرويد والاداصابيرين من عندنا اللي يكون شاعلوهم فترات طويلة جدا زي الحالات التي تمام الودونه بطايت زي العيان اللي عنده انفلا متر بوض既يز الحاجات دي كلها بتعمل ايه اكوت مورانكريارتاج. فانا بقى ادوين العيان اللي عنده اوت مورانكريارتاج او درج. لو اشتكت من اكوت مورانكريارتاج زي ما نكتلم بعد كده من الحاجات اللي حطوها في دماغي موضوعه للاكل كده. الحاجة اللي بعد كده ان يكون اللي عن خط خطة كده عملته في البنكريات اكتشو او بعد عملية. من الحاجات المشهورة او اللي هي المواصول بالارسي بي عبارة عن ده عبارة عن منظور زي ما هنبقى يعني هنشوه بعد كده في المرازير. اه اه احنا بيدخل بالمنظور عن درم الماوس للأورو فارانيكس للأسوفيكس للأسطمك للفرست بارد ساكند 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 بارد س وعمل لها انجري ودخل العين في الاكوت باكتناتها. فلذلك من البروتوكوت بتاعت الARCB لازم العين ده قبل ما عمله الARCB لازم اتشيك البنكريات قبل العملية قبل الARCB وبعد الARCB دايرك وبعد الARCB 12 ساعة عشان لقوا لقيه الانزيمات بتاعنا. باحتمال ان يكون العين ده هو تدخل مني في اكوت بنكريات. في عندنا كمان برضو من الحاجات المهمة زي الARCB والحاجات دي بتعمل بالكالسيوم وبالتزاوض بالانزيمات. في عندنا برضو الانزيمات زي الفيرل زي المومز زي الكوكسات الهربز لحاجات دي يكون مسؤولة عن الARCB. دوت البطولوجي اللي احنا كنا قلنا عليه ده عندنا منزل بنكريات صعوب وده الديونوم وده الانبولة الفواتر لما بيحصل فيه الانبولة الفواتر هناه في الحتة دي كده تيجي البنكريات الانزيمات تمشي 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 تلاح سيطة مرخولة. رح عامل ايه؟ رح طلعة فوق في الكونوموبايل دكت. في الكونوموبايل دكت تلاهك التالسيوم هناك الارCB وانزل تحت اكتب بقيت عاملة زي الحيوان المصرور اللي بيأكل كل الانبولة بقيته 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 تعمل دي جرشن. وانفرابيشن في البنكريات بتوشي يدخل عائد في اكوت بنكريات. حصل الاكوت بنكريات فيه عندنا تلاتة ستيجيس. اول اول ايكوت انفراميشن دونكريز هذا هو عيان عند ايكوت بانكريز الموضوع لسه مائل حصل انفراميشن وحصل اجيمة فأيه نسمى ايكوت ديندوس بانكريز الموضوع عام بلوجرس بعد كده يحصل فيه فيه يحصل فيه فيه يحصل فيه فبنقول عليه ايكوت هموراجيك بانكريز بعد شوية يحصل نيكولوزوس ويكسز فبندخل العيان دوت فيه حاجة اسمه ايكوت نيكورتايزن بانكريزن اللي نسمى مط个 مراحل أكوت هناك ايكوت 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 انكريزن لانه لو العيان اتلاحق فى المرحلة النساء تقريبه 지를 انفرامي في هذه المرحلة فانما العيان لانهوع ايكوت 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 موراجيك ايكوت من ايكوت موراجيك الموضوع فانه نبقاش وفي النهاية ينتهي به العيان الى نفس النساء العيان الذين يزمن ايكوت ايكوت يشتقي من ايه؟ يجري بإشتقي من قدومنا البين البين دوت بيبقى عبارة اه بين ايبجاز بترك بين رادياتين جتودة باك رادياتين جتودة باك لان احنا قولنا ان البنكرياس موجود فيه ريترو بورتونية وحبار من نقطة دي كواسعة ممكن يبقى الشرطة بنوزيا فومتنج والحاجة المهمة قوي ان العيان البن بتاعه بيزيد قوي لما العين ينام في ويبقى رليف لما العين بينام لقدام لين في وضع السجود ينام تاني بطمو كده لقدام يبصد البنكرياس عن الورجنز بتاعته فتلاقي الدنيا مستريحة معه انما العين لما بينها معنا دهاره يبقى سجده طيب ايه تاني ممكن العين بقى ممكن العين يدخل منه طبعا عشان بيحصل فيه فالبايل اللي نازل عن طريق ده بيلاقي كمان السجدة مقفولة فيدخد العين في مش بس كده يا شباب ممكن ايه تاني ممكن تلاقي عند اللي عنده بتاعت البريسيكونج فاكتر هي ايه تلاقي عنده البريسيكونج بتاعت البريسيكونج له تلاقي عنده بلياري بين ممكن العين يدخل مني فشوك ممكن يدخل مني في سيستيامة انفلاماتم سванس C الشك والعملة المتحدة المتحدة الذين يوجد عن تعريف الزغطة الابتخارين يدخل من بعض المراكبات الابتخاء εκ تجديد من قبل التواصل الخاص بها الجميع يمكن يدخل مني في سيبتيك شوك فإذا العام تقربان كيراكايتس يمكن يدخل مني في تقلات حاجات لإما أو 3 عموعة من الشوك لإما يورجينك شوك من البيت هايب الليمك شوك من الفليف بوس أو سيبتيك شوك من ممكن كمان يدخل مني في ماتيم الزملينة طبعا مثل عن طريق الاسترس بتاع العيان أو السيبسز يمكن يعمل لي استرس ألثر والعيان يدخل مني في ماتيم الزملين بيه طيب على مستوى الساينز بعل عندي ايه؟ بيشتكم من ايه؟ acute abdomen أو tender abdomen والأبدومن البندة بيتروح من mild to severe كمام؟ ايه تاني؟ لما جابوس على insonal sound هلاقيها ايه تاني؟ ممكن نلاقي فيه كل كيعة كده لما يكون فيه Infection for insonal lose فلاقيه ماس شايفين كده؟ لو بصينا في الصورة اللي في الجنب دي هنلاقي عندنا عمبلايكس وحواليها بروزس دي بنقول عليها الماك كورين ساين الماك كورين ساين الماك كورين ساين دي عبارة عن subcutaneous ايكيموزس أو bleeding around the umbraecus اختها لو بصينا كده كده هنلاقي الفلانكس اللي هي جناب العيان هنلاقي فيها برضو بروزس بنقول عليها الماك كورين ساين عبارة عن subcutaneous ايكيموزس الماك كورين ساين والجريتر نارساين هي subcutaneous ايكيموزس والاثنين دول مش حاجة بصغرومونك البانكرياس لا بل حاجة بيقول ان الاندي عنده انترا بروتونية الهمولش انترا بروتونية الهمولش تمام تمام طيب الـ differential deagnosis بديهم الحاجات اللي يقول عليها بنا الكاتاستروفس أو acute abdomen زي البرتوريتد زي الاسر زي الـ acute زي البيسنترق زي الـ زي الـ الـ اشخاص بقى ازاي الـ اول حاجة بقية الانديمات اللي هي البانكرياس بيطلع اشهر حاجة فيهم اللي هو العماليس العماليس من الحاجات المهمة اوه 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 ان هو يعني ايه ان هو بيعلق very early very early once in the bankرياس حصل يعني بيعلق من الاثناشر ساعة او بالكتير خلال 24 ساعة بيكون عالي بس فيه بقى مشكلتين وحشين اوه اول حاجة ان هو مش specific ليه مش specific ان هو العماليس ممكن يعلم بحاجات كدير اوه زي ايه اي حاجة تعمل information في ممكن تعليلي العماليس زي الـ 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 بحاجة بحاجة العماليس ممكن تعليلي العماليس ممكن تعليلي العماليس مش specific بيعرف البنكرياس غير البنكرياس الحاجة التانية ان هو العماليس ينزل في اليوريس يعني يقعد في السيركوليشن من ثلاثة لخمس ايام بس يعني العماليس لو ان الرقم بتاعه عالي او اكتر من الف مفيش حتة في الجوعي التى الكبيرة تطلع عماليس بالكمية الكبيرة دي غير البنكرياس يبقى احنا تاني العماليس من حاجات بيعرف خلالة بعشرين ساعة بس مش في السيركوليشن بيعرف حاجات تانية ما بيعرفش في السيركوليشن فترة طويلة من ثلاثة لخمس ايام مع الكبين زي الـ والـ زي الـ بتاعه لو عد الف ده ممكن يقول ان يدود غالبا off طيب اليورينار عماليس دوت بينزل فيه العماليس بعد ما بيعرفش خمس ايام بينزل في اليورينار فممكن يقعد فترة طويلة شوية في اليورينار اكتر من الخمس ايامر الحاجة التانية عندنا السيرم لايبيز الايبيز من الحاجات الاسبسيفك ليه لانه ما بيطلعش في الجسم الا من البنكرياس فوانت ان اللايبيز عالي فده معنا ان العين دوت عنده البنكرياس بس ايه مشكلته بقى؟ مشكلة انه مش سنسر ليه مش سنسر انه بيقعد فترة طويلة على ما بيعرف السفليش لو تتكر الاماليس احنا قلنا خلال البعشر ساعة بيكون عالي انما اللايبيز بيقعد من الميل لترات ايام علشان يعدل اذا الاماليس 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 ايه تاني؟ لو العين دوت انا عملت له راديولوجي البلين اكسرين يعني مش هتبين لقوي بلين اكسرين ممكن تقول لي اللي عند دوت لقدمنا الاكسرين ممكن اريعا فيها ويصدف الحالات اللي هي وبعد ده ممكن اريعا فيها في الحالات الكمبيليكيتم لابعتمدش قوي يا شباب في تشخيص البانكرياس لعاكسرين وقلت على الألتراساوند لان الألتراساوند ممكن العيني بأوبيس ممكن يكون العين بطم مليان أجاز ممكن يكون مليئان في اللي وقلنا عليها بروتينية اللي كان موجودة في اخر البطن. فالسونار مقدارش روطها او. انما الجولد ستاندرد عندنا اللي هو السيتين. اللي هي الجولد ستاندرد فور دياجنوزس اوف فانكريبراس. طيب. في عندنا كمان يا شباب الامرسي بي. ايه الامرسي بي ده؟ اسمه مادينيتك ريزونانت كولانجو بانكريبراس. احنا عندنا ترمين مختلفين. ايه رسي بي؟ ده حاجة اندسكوبك. عن طريق المنظر. والامرسي بي ده عبارة ان اشاعة رانين مغنفيسة على القاتل مع مادينيتك ريزونانت كولانجو بانكريبراس. ده اشاعة رانين مغنفيسة على القناة البلدية. ايه بتعمل الجهاز الرانيين العادي. وتصور لي منطقة الامرسي. طيب على مستوى اللي ممكن اعمل لعين دوت سي بي سي. هلالي عنده لكساتوز. ممكن لعين دوت او لكساتوز. ممكن لعين دوت او لكساتوز. يا بقولي. ممكن لعين دوت ايه بلد جاز اي بي جي. سيلاقى لعين دوت ايه. ممكن لعين دوت او لديه هبوكالسيميا هبوكالين مهم انسي بسهج معهم. تمام؟ طيب. في عندي كراتيريا اسمها الرانسون كراتيريا. الرانسون كراتيريا دي بتشك المورتالي بتاعت العين. بتقول لي يا ببه الرانسون كراتيريا ان انا لعين دوت بقيمه وهو ده عندي اول ما يدخل للمستشوى إذنرت الخاص بعمل خاصة تمامها لو كان أكثر من 55 سنة ، بدلوا درجة لو كانت في الهيماتوكريد اكتر من 10% يعني العين كان داخل مثلا الهيماتوكريد اه 45 وبعد مثلا يومين نزلت مثلا 33 فكده نزل 12% اكتر من 10 تبذلو درجة لو لات الكالسون بعت 840 ساعة اقل من 8 تبذلو درجة لو لات الوكسجين تنشن قل من 60 تبذلو درجة. يبقى عندي خمسة وتلاتة بعت 48 ساعة تبقى عندي سكور. لو كان السكور بتاعه من 0 الاثنين في العين ده غالبا هتبقى حوار التين في المية. لو كان السكور بتاعه من 3-4 المرتارد هتبقى 15% لو لو كان السكور من 5-6 المرتارد تبقى 40%. لو كان السكور من 7-8 المرتارد بتاعته 100%. تمام؟ طب كما يمكن تخصر عند العين ده. في عندنا حاجات لوكال في الارية بتاعت البنكريس. ممكن يتكون عندنا حاجة اسمها سوديوسيست زي ما انا شايفان عندنا في الصورة. تمام؟ السوديوسيست ديات ممكن يحصل فيها دي بتبقى عبارة عن نيكرويتو نيكرويتو تشو نتيجة المعاركة بتاعة الاكوت بانكريا تايتس يحصل لها اجهيجان انفليميشن او مثل عمال السيست اللي احنا شايفين ايه كياري ممكن يحصل بقى ايه اا اا كورونيك بانكريا تايتس لولا عين ربنا او كرام وعدك ممكن يدخل مني في اا بانكرياتيك نكروزز او ممكن يدخل مني في بانكرياتيك ابسس او انه ممكن يحصل فيه باسكولار اكتشن يحصل فيه بورتن فينسورز ده على مستوى مستوى الي distinct على مصد المثميشن عندنا س�ח حاجات المتاولك بقى احنا كونا با الحق closed sansических التغازات ممكن يدخل مني في مخ Synthero determis floating أ нами بترهى الكلة BRC والذي هي طبيعة البطنية لا يوجد طبيعة للشغees فالترهيات التريتمنت ايه enterprise ايه اطيب او اك Biz يوجد خلاف في هذا الموضوع لا يوجد خلاف في هذا الموضوع أم لا يوجد خلاف أم لا يوجد خلاف عندما يأكله إذا اضطلت لأورال فيدنك يحدث فيه اكتيفيشن في البانكريات الإنزايمز والموضوع يزيد ويوجدوا أيضا أن الوجود الأكل في قلب الجوعي تيميكوزل بالأسفلدارات يسحب لي فليود من البروتينية والتي نزلها في الانتستين لأكل لأكل يوجود في الجائتي لأكل ولو عيب أن لو أكلت العيان والأكل ينزل في المعدة سيحدث للبانكريات الإنزايمز فهيتزود الموضوع نحن بقى نعمل بندل العيان أكل بس ما يوصلش إلى المعدة بديله شيء اسمي نيزو انترال تيوب نيزو انترال تيوب أو نيزو ججنال تيوب دي حاجة مثل نيزو جاستر تيوب بس أطول شوية بتعدي وتوصل على الطول على الججنة فبديله الأكل على طريق الججنة وفي الوقت ده وفي نفس الوقت ما حلتش البانكريات يشتغل وفي نفس الوقت ما حرمتش العيان الميزة ووجود الأكل في قلب جاستر تيوب إنما لو أنا ما عندش في المستشفى بتاعت النيزو ججنال أو النيزو انترال تيوب في الوقت ده بمشي العيان عن الناس اللي بيك أورا وإيه بخد العيان ما يكلش خط يبقى العيان لو أنا عندي النيزو انترال أو النيزو ججنال تيوب بعمل إيه؟ بديله فيها أكل لو ما عندوهش بوقف الأكل والشرب عند العين ده وعمل له النص ينجبير مع أبسس طيب بالنسبة لانتبايتك لانتبايتك مفيش حاجة اسمها بروفلاكتك انتبايتك في العين بتاع الكلام بانكرياتك بديله إمتى لو العين عنده ساين أو في انتاكشن يعني العين اللي يجب الوال براسيزي بتاعته عالية قوي أو اللي يجب عنده بانكرياتك أبسس انسؤون في الحال دي بديله انتبايتك إنما لو ما عندوهش بديله طيب نحط للانتبايتك والثبات الساتين دي على هادي بيت ان احنا ممكن نحط للانتبايتك أو الثبات الساتين زي ما تكلمنا وقلنا انه دهت عبارة عن انهيبيته الهرمون ان انا ممكن يديه تحت الجلد فبتقلل السيكريشنز بتاعت البانكريات التنزائية ودي اتضربت في بعض الحالات وجابت نتيجة بس لم ترقى انها تبقى روكممندد أو اه 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 الصورة اللي احنا شايفين ايه دي يا شباب دي اتشايفين اليوم ده بتاع البدرام شايفين الحاتة السودة اللي موجودة عند دي دي عبارة عن اه بيجير ستونز والحتة اللي هنا دي دي الامبولة اوفواتر ان دوت عيان كان عنده مستركة بشوندس فتحنا الامبولة اوفواتر بمنزار الارسي بي فنزلت عندنا الستونز اللي احنا فينا دي وده منزار الارسي بي داخل فيه الامبولة اوفواتر بيفتح بالنسبة للسيرجري العين بتاع البنكراتيس ده لورول في السيرجري بص احنا كتبين ايه السيرجري اس كونترا انديكايتد ان انكمبليكايتد فالسيرجري ما بلجأ لهاش خالص في العين بتاع البنكراتيس اول حاجة لو ان صرت ملدياجنوز يعني العين بتاع البن وانا عملت له صنار ما طلع عليش حاجة السيرجري ما عارفتش عمله او عملته ما كانش بالنسبة لي افتح حاجة اسمها جرح عشان اشوف المشكلة ايه لقيت العين عنده عكود بنكراتيس مجرد ان انا بس بشيل شوية اللي فرودي اكتش او اطلع ما بعملش اي حاجة الحاجة التانية العين لو كان عنده امبولا سيرجري او لو لعين عنده اكوت بنكراتيس وعنده وستعبت في زندس وجود الاكوت بنكراتيس كونترا انديكيشن ليه للارسي بي ليه؟ لان لو انا دخلت احبيرك في المنطقة دي هزود اطين بلا وهزود الاكوت بنكراتيس اكسب لو الستون دي محشورة بس في الامبولة ففي الوقت ده لو انا ما دخلت الشلط الستون المشكلة مش هدد حالها بقى انا عند الارسي بي اس كونترا انديكايتب الحاجات تحت الاكوت بنكراتيس اكسبت ان الستون دي تكون سبب الاكوت بنكراتيس موجودة في الامبولة الحاجة التالتة لو لو العين ده بتعنده او اكسس ده يا شباب بالنسبة حتي تلقي الاكوت بنكراتيس هنتكلم بقى بسهولة عن كورنينج بنكراتيس ده عبارة عن عيان جايه اتاك من الاكوت بنكراتيس وعدك فاية سببها؟ هذا هو ريكون الكنتبت بكثير من الكنتبت �로ها هي وهي مرتاح لل��ون فماORT قام بقي سراع تقيMed يعمل somos hangar بودرس بيبسي ومالقبضوشن سندرول. تمام؟ تمام. ايه اللي بيعملها? خمسة سبعين في المية من الحالات احنا قلنا سببها على الكولونيك الكوليس وعشرين في المية بولستونز. عكس العكوز. العكوز احنا قلنا تمانين في المية بولستونز وعشرين في المية بولستونز. انما البولستونز ممكن تعمل لكولونيك بانكرياتيس او طبعا لو سموه الستون نزلت اتحركت صدت القناة المرارية عملت شمال اكوت بانكرياتيس فكت لوحدها اتزحلقت البانكرياس عدت. والدنيا عدت. بعد 5-6 شهور حصوها صغيرة تانية نزلت. اتزحلقت. سدت القناة المرارية عملت اكوت بانكرياتيس وبعد كده عدت وقربت بكولونيك انسوقت. تبقى سليبج او بولستونز. تبقى اتاكس اكوت بانكرياتيس. ممكن تعلم من الكولونيك بانكرياتيس. العيام بتاع الكولونيك بانكرياتيس يحصلوا ايه؟ ان الارتكشور بتبقى بتبقى دينس فيبرستيشو. البانكرياتيك داكت في ارياس بخنارونج البياراتيس و سيست سيست انسوق. العميلز والليبيس في العين ده ممكن تبقى ايه؟ ماذا تبقى عليها؟ العين ده وقال برق بيحصل له ايه بعد؟ ممكن يحصل له ديبيتس. احنا قلنا عشان لفتش اندوكريان البيوشا. ممكن يحصل له ديستيرس او نقل زوجها صندرون. او على مستوى اللوكال بقى ممكن يحصل مني فيستولة. بايل داكتستينوز. جوندس. بسكار سورنبولس. طيب. على مستوى الدياجموز احنا قلنا لو العمال اللي عنده اتعملت له عبدالن ال اكس راي ممكن نلاقي فيه كالسيفيكيشن زي فين في البانكرياس. زي لو بصينا في الصورة اللي تحت هنلاقي فيه فرع عبليا ده وزي فرع الشجرة. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن المين بانكرياتيك داكت. حصل لها كالسيفيكيشن. احنا ما شايفانا برضو هنا اهو ده ما كان البانكرياس. عيان عامل عبدالن ال اكس راي طلعت شكل البانكرياس حاصل فيه كالسيفيكيشن. ولكن يبقى ال سي تي ديال بولد ستاندرد في الدياجموز. سوى كان الاكيوت او الكوروليك بنكرياتيك. ايه ارسي بي زي ما اتفقنا. ايه ارسي بيه اه اللي هو الاندسكورو كريتور جريت كولانجو بنكريكو جرام. في الحالة دي ممكن ان ايه بدخل اه بصور باستبغى. وبعد كده بشوف انا يفيدها. ما بلجأ لهاش خالص عشان اشخص فاة خالص. الا لو كانت الايه دي عاملة ماس. وانا خدتها وفي الاخر الماس دي ما كنت حللها قالتلي ان هي اه كونك بنكريكو جرام. انما لو انا اني اني عندها اتعاند كونك بنكريكو جرام طبعا طبعا لا باخدش بيز. المعنى بتاعنا ايه بقى عالج اللي عنده ازاي. بقى عمل اللي عنده ازاي. بقى عمل من هذا الحالة دي بفضل انا قالتلي عيد انسولين لا ابدل flaws. لان لا ا demolعيز اي مش غلر ما ده اواتع بالبنكريات اكثر من هواتعبان فا powiedziałش sign we violins وانا كان معروض ايه انسولين اشخاص عمله وال Sangret التşوكط له الاندى كانаний ده ام عندانق فقدرنا بس بسيطة بسيطة في الستطابة بنكرياس اللي هي البنكريات الكنسر أو الكنسر بنكرياس الكنسر بنكرياس هي الخامسة للوفيات من الكنسر هو الكنسر بنكرياس الكنسر بنكرياس من الكلام الجديد الذي يحبونها جداً ابن نحن بيوجنوز الميدان سيرفايفر بتاع العين ده من 4 ل 6 وصفول لماذا هي 10 حاجات كثيرة؟ اولا لو نفتكر ان البنكرياس احنا قلنا ان هو ريتروبروتونيل موجود فيين؟ موجود في الباك. فده قدامه بالأورتك. قدامه الكمومباين باك. قدامه كل الانتستر. قدامه البروتون. قدامه الديودرون. فانس ان حصل كانسر بيبتدي يعمل لي متاسس في حتة دي. فالعيان بيتمهزل بسرعة دي. الحاجة التانية ان البنكرياس التشور بتاعلي عنده فتلاقي في البنكرياس بيمتشر بسرعة دي. فانس ان العيان تشخص. اطلعت دوله خلال ستة شهر يكون العيان. تمام؟ تمام. طيب احنا دلوقتي ايه? ايه بقى اللي بيعملنا الكنسر بانكرياس؟ في عندنا اه هو تلاتين فيلمية من الحالات. كانت الكنسر بانكرياس وقت انهم مدخني. ايه ثاني؟ 5 فنهم من الحالات تركون بانكرياس ممكن تقلب الكنسر بانكرياس. الحاجة المهمة او يا شباب اللي هاد بيتري والعين فات انتقك. الاكل اللي فيه فات كتير. الاكل الفات فات فول والكربات والشوارمات والشيارات كلها من الحاجات اللي ممكن داخل عيان فيه? كنسر بانكرياس. طيب. العيان يشتك من ايه؟ اول ايه حاجة؟ العين بيعنده ويتلصه انوريكسية. طيب العين ده فعلا فعلية في خلال شهر وشهرين كده العين ده بقى جلدة على العرض. انوريكسية ما بيكون شوال يشرب ووزن يبينزل. طيب العين ده كل اللي يشوفه انت خاس ووزنك ازل بدون ما ده يتوسع عليه. الحاجة التانية العين ده بيعنده بانكرياس. بيحصل فيه ضغط على الكمبان دكت. و الامبولة الضاطر فهتلاقي انت دخل مني فيه في التركتر شخص. تمام؟ ممكن يدخل مني في اسايتس. نسميه ماليجنانة اسايتس. ممكن يدخل مني في اساين دون كولاجايت. مكتوب والله في الكنسر بانكرياس الممكن يعمل باقيات. ولو انها مشواردة ليه؟ لان العين غالباً بيكون مات قبل ما يدخل مني فيه في البيبز. ممكن يدخل مني في حاجة اسمه سيستر ميروجز ازتني السيستر ميروجز ازتني الدول دي. ده عبر عن نوكال نتاستاس من جو اي تي. بتوصل للأمبولايكس. فبتعمل لي نيديولز عروند الأمبولايكس. والنيديولز عروند الأمبولايكس دي اشافتها ممرضة. اسمها ميروجز ايف. وتخرجها لذكرها تسمت بالموضوع ده. السيستر ميروجز ايف. ده عبر عن ميتاستاتيك نيديولز عروند الأمبولايكس. نتيجة اي جو اي تي كانسر مسبس في البانكرياس. طبعا نشكل من نتيجة اي الجونس اللي موجود. ادعي جنوزز بقا. ادعي جنوزز بقا. ادعي جنوزز بيحصل ايه؟ بشخص الكنسر بانكرياس دوت عن طريق الاستيتي او عن طريق الاي ار سي بي او ام ار سي بي او ان انا هدخل منه بيبصي او ان انا اه العين دوت ايه؟ اعمل له تيومر ماركس. تمام؟ زي ما احنا شايفين كده في الصورة ادي البانكرياس اهو قدام فيه تيومر ماركس عندنا زي او ساعتاشر تسر. العلاق بتاعه ايه؟ العلاق بتاعه غالبا باليتف. خلاص باليتف يعنيه؟ بعمل العين دوت دين كنترول. البين كنترول دوت بتدله او ممكن ان العين دوت اعمله سيمباسيبتومي عشان ايه اقطع النرفات عن الجمس ممكن ان اعمله او ان انا ممكن اعمله او ابا او ابا او ان انا اشيد الجزء بتاعة الدرج completo haba التل environ post وفيه عندنا الويبلز فايات بتاعة الهايبو جلاسية. كمام؟ طيب. الويبل اوبريشن ده عملية بشيل فيها ايه؟ بشيل فيها الهيدوف بانكرياس بشيل فيها جول بلادر بشيل فيها الباي الباك بشيل فيها ديودرام بشيل فيها جزء من الاستوبة واللي فاضل بعمله بوصله فين في الانتساب. خلاص؟ فدية الايه؟